في التسعينات في بداية التسعينات حينما طبل القطبيون الشيعة حينما طبل حزب الدعوة وأمثاله من القطبيين وطبل مرجعهم في ذلك الوقت محمد حسين فضل الله طبلوا وأشاعوا إنكارهم ورفضهم واستهزاءهم بخصوص ظلامة فاطمة وما جرى عليها بين الباب والجدار وقائع يتذكرها الذين عاشوا تلك الأيام خصوصا في أجواء قوم والأجواء الإيرانية عموما الكثير من الأحداث والوقائع في أوائل التسعينات من القرن الماضي في حينها كتبت سطورا كتبت سطورا من النثر الفن الإقاعي بهذا العنوان مناجات بين يدي المظلومة الشفيرة صلوات الله وسلامه عليها وطبعت في حينها ووزعت أقرأها عليكم أقرأوا تلك السطور كي يكون ختاما لهذه الحلقة مناجات مع الزهراء في الزمن القاحل يا زهراء دمعة آلامي تحبسها الأيام في الزمن القاحل يا زهراء دمعة آلامي تحبسها الأيام والشبح الآتي يا زهراء من تعريخ يحفل بالأوهام يبكيني يبكيني والآهة ملء الدنيا وشموخ يهزأ بالحكام عجبا عجبا يا أمة الطهري تنطفئ الأحلام وتذوب شموع السعدي ويقس النحس آهن آهن والآثاء يا زهراء يا تفاحة محمد يا قنديل العرش يا كفو علي وليصمت كل لسان نفد الحبر واتسع المعنى وأصاب العي كل كلام يا زهراء يا زهراء يا زهراء يا أعذب اسم أهواه وبه أمي ناغتني وبه رقيت بناتي من شر الشر ومن شر النفاثات وبه بيتي عوذت من كل مخيف آتي وبه حصنت فؤادي من أن يرتع في واد هو غير الواد الذي طهره المولى حيدر شرفه بالأقدام وبه لث من جور السلطان الظالم باسم القومية يحكم أو باسم الإسلام لا فرق كبير في ذلك ما دام السلطان بخير والحاشية محفوظون بدعاء من ألطاف الدولار لا من ألطاف الجبار إذ هم في منأ عنها بدعاء من قلب مخلص بالضبط وبالدقة تحت القبة في الزاوية اليمنى في صندوق النقد الدولي بخضوع وخشوع وسكينة ودموع تماسيح حزينة والقبلة صندوق النقدي والأذكار في دولاره واسترلينة واليورا لا ننساه في المستقبل أرباحه جدا مضمونة والأيدي المرفوعة تدعو جد حريصة جد أمينة ستجاب الدعوة حتما لكن بشروط وشروط هي جد بسيطة في نظر الحاكم ما دامت تحفظ سلطانة هي جد بسيطة لا تهتم فيها وبها ولها وعليها منها تغيير الخط الكوفي بخطوط وخطوط فالخط الكوفي قديم بال لا يصلح للاستعمال لكن لا تنسوا وهي جملة اعتراضية في وسط هذا الزحام الشديد والضوضاء المتعالية لا يعبأ بها أحد فعلي أول من خط الخط الكوفية وعليه سيأتي المهدي راجع كتب التأريخي راجع كتب الأخبار والحر العاقل تكفيه إشارة وأعود فأبشركم إن السلطانة بخير دائم والفقراء هشاشون بشاشون جدا فرحون فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري والألسنة تلهج منهم للحاكم في طول العمر وأعود فأبشركم إن السلطانة بخير دائم والفقراء هشاشون بشاشون جدا فرحون فخيول الموكب داستهم بحوافرها وعليهم تجري والألسنة تلهج منهم للحاكم في طول العمر العمر مديد العمر مديد ما دام الحكم سوطا نارا وحديد والشعب سعيد الشعب سعيد العمر مديد العمر مديد ما دام الحكم أقوالا فارغة ووعودا كاذبة ووعيدا ووعيد والشعب سعيد الشعب سعيد العمر مديد العمر مديد ما دام عطاء الحاكم للناس برقا ورعيد برق خلب زبد وسراب العمر مديد العمر مديد ما دام عطاء الحاكم للناس برقا ورعيد برق خلب زبد وسراب أما الزبد لذوي الأسنان الحساسة من نخب أو أصهار أو أصحاب روح فداهم يا ويل الأمة من بلواه والعذر عند طبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي الماكر هذه أنواع المستشفيات في عالمنا والعذر عند طبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي الماكر هو أخبرنا هو أقنعنا إن الأسنان الحساسة دوما تحتاج إلى الزبد والكعك الناعم حنانيهم حنانيهم فذو الأسنان الحساسة مظلومون مقهورون يحتاجون إلى الزبد كثيرا أكثر من كل الأمة إذ هم قلب الأمة روح الأمة عقل الأمة بل كل الأمة والحق يقال الحق يقال إنهم يستأهلون أكثر من ذلك إذ لولا بركات منهم خربت دنيانا فالفضل لهم والفضل بهم لكن الأمر في الواقع مختلف جدا فطبيب المستشفى الجمهوري الملكي الإسلامي الماكر يخدعنا في كل صباح في كل مساء إذ أن الأسنان الحساسة هذه لا تعبأ بالحر ولا بالبرد لا تعبأ بالأطعمة الصلبة قادمة طحانة طاحنة قضامة أكلت جلدي مضغت لحمي مصت كل دهوني طحنت جمجمتي قضمت حتى العظم هذه الأسنان الحساسة عدل عطف حكم ورياسة تبلع كل الشعب تطحن كل الشعب من أخمصه حتى راسة هذه الأسنان الحساسة علم فهم عزم حلم وكياسة هكا اسمع هكا اسمع هكا اسمع من ألطاف الأسنان الحساسة كل الفقراء كل الضعفاء كل الفقراء كل الضعفاء ازدادوا فقرا ضعفا جوعا وتعاسا لا تقدح يا شعبي في الأسنان الحساسة إنك تُعكر صفو الحاكم في ذلك أو تجرح إحساسة ومزاج الحاكم يا شعبي في بلدي عهر ونجاسة وذو الأسنان الحساسة ككلاب تتهارش في مزبلة وكناسة يا زهراء يا زهراء هذه المهزلة تروح وتغدو من ذاك اليوم المشؤوم وإلى هذا اليوم من يوم أمر الطاغ قنفذ أن يضربك بسياط الكفر الجهري العلني الواضح يا زهراء أنت الملجأ أنت المنجأ في دنيايا في آخرتي يا مولاتي يا سيدتي يا زهراء يا حرز الآمنة في يوم أهرب فيه من أحبابي من والدتي من أولادي في يوم أسمع فيه صوت منادي يا أهل المحشر غضوا الأبصار فالنور القادم بنت الهادي تأتي تلتقط الأحباب بنت الأجوادي وبذا تنبينا أخبار الباقر والصادق والكاظم والسجاد كالطير يفصل بين الجيد من حب بصلاح ورديء بفساد يا زهراء يا كل الرأفة والرحمة يا كل العفة والإكرام يا زهراء يا أم يا أطيب من لبن عذب عذب صاف في عطش في جوع يشربه الأيتام يا زهراء يا صرح من نور من طهر لا تبصره الأقزام يا زهراء يا غيب يا سر يا كنز الإسلام يا زهراء جئتك أسعى والهم يقيدني لا أدري أهو يأس أم هو حزن أم هي آلام الآلام يا زهراء من يوم الباب والمسمار والمذبوح على الأعتاب صار القلب كأس دموع وانكسرت كل أباريقي وتلاشت آمالي خلف القطبان ماذا أكتب عن نفسي يا أحبابي آمالي ضاعت بين الجدران أوراقي صبغت بالأحزان أفراحي يخنقها السجان وبعيني أبصر آلامك يا أم الإحسان يا زهراء يا زهراء إن قتلوك تعذيبا تنكيلا سيدتي في العام الحادي بعد العاشر للهجرة ركلا عصرا رفسا سطرا صفعا لطما ضربا بالسوط ونعل السيف بعد الظلم وكل فنون العدوان يا زهراء قتلوك اليوم بألف لسان ولسان عفوا سيدتي عفوا سيدتي إني لا أتلو أخبار سليم أو ما ينقل مقداد أو سلمان أخشى أن يوصف فذلك كله بالهذيان يا زهراء قد قالوها قبلا لأبيك الأعظم فضلا إنك تهجر في القول يا محمود يا أحمد يا من كل حروف كلماتك حتى الضمة والفتحة والنقطة حتى الإضغام والترخيم والمدة والسكت إن هو إلا وحي يوحى قد عادوها اليوم بالأسلوب الديناميكي الحركي المنفتح الأخطل إن حديث الباب والمسمار وهجوم القوم على الدار ليس بحديث مسند والحكم إليك أبا الزهراء محمد لكن سؤالا حيرني لكن سؤالا حيرني يحفر 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 في أعماق الوجدان لكن سؤالا حيرني يحفر يحفر في أعماق الوجدان لماذا داع القبر إلى اليوم وبعد اليوم يا إنسان أقسمت عليك بمن تعبد أجبني إن كانت عندك ذرة إنصاف أو وجدان لماذا داع القبر إلى اليوم وبعد اليوم يا إنسان